لا يعرف هؤلاء الأطفال وطنا لهم سوى هذه الخيام المشتتة جدرانها من أغطية المساعدات الإنسانية لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء على عتاب موعد تجدد المأساة في الشمال السوري كما كل عام على الرغم من القرارات الأممية إلا أن مناطق شمال غرب سوريا تعاني من ضعف الأوضاع الإنسانية والخدمية وسط توقعات بارتفاع أعداد المحتاجين في البلاد إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي بحسب فريق منصق استجابة سوريا تقرير منصق الاستجابة طلب بالتركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية خلال شهر تشرين الثاني الفريق شرح بالأرقام ارتفاع حد الفقر المعترف به إلى 4.872 ليرة تركية والفقر المدقع إلى 3.653 ليرة تركية إذ وصلت نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 38% منهم إلى حد الجوع وبقي العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية على وضعه ضمن مستوى 62% مطالبا بتصنيف جميع القاتلين ضمن المخيمات تحت خط الفقر بشكل كامل الأرقام الرسمية لا تبدو أقل خطورة فقد بلغت نسبة فجوة تمويل الاستعدادات لشتاء هذا العام والاستجابة للفيضانات في شمال غرب سوريا 82% ما يعرض حياة نحو مليونين ونصف المليون شخص للخطر وفق تقرير الأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء العمل بأليات المساعدة الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا تتزايد التحذيرات من عواقب العرقلة الروسية المحتملة لتجديدها بعد أن تقلص اتباعا لتقتصر على معبر واحد في إطار مساعي موسكو والنظام للاستحواذ الكامل عليها